مرحبا حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير ياريت اذا حبيتوا الفيديو تضعوا لايك قبل ما تكتبوا الكومنت واذا انتم اجداد تشتركوا فيا ما كونيلي ما اطيب بطاطا مقلية باسهل طريقة وبطريقة صحية مع العلم استعمال زيت معه يلي مقاديره 700 غرام بطاطا 60 غرام طحين 3 الى 4 معلقة كبيرة من زيت الزيتون التوابل اوريغانو ملع فلفل حمراء بابريكا بودرة بصل بودرة توم اول شي بناخد البطاطا بعد ان نكون مغسلينه نقشره ونضعهم مي برده مي عادية يعني وبعدين انا قطعتهم بقطاعة محضرة الطعام يعني الى قطعة خاصة بالقطاع يعني بتقطع البطاطا حلقات هيك بتحطون كلهم بقطعن نفس السماكة هيك مو كتير سماك رفيع يعني رفيع رفيع وحلقات مدورة هيك وبعدين صفيتهم وحطيت عليه الطحين هيك نحاول انه نغلغلون على الكل بعدين شفت انه الانسب انه احطهم بصينية هيك افضل مشان احط عليه التوابل بشكل افضل بلشت احطي التوابل حطيت الكمون والفلفل الحمراء وهيك نحاول ان نوزع على الكل التوابل كله نحاول نوزعه وحطيت الملح حطيت بودرة التوم والبصر والبابريكا كمان هيك نحاول انه نصفه على الكل وهون الاورغانو كمان حطيت وكمالة الطحين وهيك ادعاكم كلهم مع بعض بشكل كتير مني حاولوا انه يتغلغل على الكل هيك شوي طولوا بالكم هون واشتغلوا ماء فيه شوي اكتر مشان يتغلغل على الكل بعدين جبت الزيت ثلاث اربع معلق فقط هيك نصفه عليه هيك نحاول كله ونحط فوقه كمان هيك عبينا كله وبدن نحطه الغاز ونساكره ونحطه على الغاز وهيك بتظل مغطايا تقريبا نصف ساعة هيك نحاول نكبسه كل بين فترة وفترة هنحاول نكبسه بس شوي ونغطيه وبعدين بس يمضى نصف ساعة نصفه تماما من الزيت ونقلبه شايفين شلون عم بصفه تماما تماما ما يظل ولا زيت فيه ولا نقطة زيت كله يتصفه نرجع نحط ناخد الزيت ونرجع نحطه بالمقلاية نفسه ونخطه على الطرف الثاني مشان نقليه من الطرف الثاني وهيك شوي نكبسه ونغطيه وكمان نخليه نصف ساعة وبعد النصف ساعة نرجع نصفه الزيت كله يتصفه تقريبا كل الزيت اللي حطينا كله يتصفه ما بيشرب ابدا زيت بهذه الطريقة وبعدين نرجع نقلبه وهيك جهز عنا وزي انتون انا بفلافلة الملونة وشالله عجبتكن الوصفه وصفه خفيفه منظيفه وسهله مقاديره متوفره بكل بيت وبحبكن كتير ويلا الى اللقاء حبابي في وصفات قادمة هيدو اشتركوا في القناة